الناس الآن يتكلمون عن الأسباب فيقولون مثلا صفات الناس في خلقهم ناشئة عن الجينات الوراثية وما يمكن أن يقع فيها من التعديلات الجينية ونحو ذلك لكن هذه أسباب فقط والله سبحانه وتعالى يقول في أي صورة ما شاء أركبك والله هو الذي يركب الناس في بطون أمهاتهم في أي صورة شاء وقد اختار هذه الصورة لمحمد صلى الله عليه وسلم وجعله أحسن الناس صورة وأحسنهم قواما وجعله على خلق عظيم جعله أجمل الخلائق خلقا وكذلك اختاره في أشرف زمن وأشرف نسب وأشرف أمة وأفضل طور من أطوار البشرية وأتم طور من أطوارها وأفضل أمة أخرجت للناس أمته وخير قرون الأمة القرن الذين بعث فيهم وخير الأصحاب أصحابه وخير الآل آل بيته وخير الأزواج أزواجه اللوات اختاراهن الله له وخير كتاب أنزله الله إلى البشرية والكتاب الذي أنزل إليه وخير تشريع شرعه الله البشرية والتشريع الذي شرع له وخير عمل يرضي الله أقرب عمل إلى الله وأحب عمل إلى الله وعمل محمد صلى الله عليه وسلم فلذلك أدبه الله وأحسن تذيبه